في خضم كل سنة هجرية جديدة تطل على المسلمين مناسبة عزيزة وذكرى غالية محملة بالنفحات الدينية العطرة والنسمات الروحية الزكية ذكرى تدع كل ذي قلب سليم إلى التأمل العميق في سيرة رجل أمي بدأ حياته راعيا للغنم وأنهاها قائدا للبشرية تأتي ذكرى المولد النبوي الشريف في الثاني عشر من شهر ربيع الأول وبهذه المناسبة تقيم البلدان الإسلامية احتفالية دينية كما يجرى كل عام وعلى غرار البلدان الإسلامية تحتفل الجزائر بهذه الذكرى المميزة إذ تتحذر الأسر الجزائرية لهذه الليلة بأيام تتعدد وتتنوع فيها الاحتفالات التي يحييها الشعب الجزائري عبر كل ربوع الوطن بإقامة مأدبة العشاء وإعداد المأكولات التقليدية والحلويات في إطار مظاهر احتفالية بهيجة وعادات أصيلة حافظ عليها الجزائريون منذ عقود ويولي الجزائريون أهمية كبرى لهذا اليوم الذي يتيح لهم فرصة سانحة لتجميع أفراد العائلة إذن هي عادة أصيلة كانت ولتزال جزءا من تقاليد الجزائريين وأعرفهم حيث تزداد فيها أوصر المحبة والتواصل بين الناس بالإضافة إلى شعور الأطفال ببهجة هذه الأيام على غرار التزاور بين الأقارب لتبادل التهاني بهذه المناسبة الجليلة